هذا وترأسة مملكة البحرين عمال لجنة السياسات في منظمة الجمارك العالمية بمشاركة كافة الدول الأعضاء وجرى خلال الاجتماع مناقشة أهم المواضيع التي ستخلق فرصا حديثة ومتطورة في المجال الجمركي بما يتوافق مع التنمية المستدامة انطلاقا من مبدأ التعاون الجمركي ورفع فعالية المصالح الجمركية عبر العالم احتضنت مملكة البحرين اجتماع لجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية والذي يعقد لأول مرة في مملكة البحرين والمنطقة بمشاركة واسعة من مختلف الدول الأعضاء وذلك لمناقشة أهم المواضيع بين الدول في القطاع الجمركي والتي تعنى بكل ما يتعلق بالتشريعات والمسائل الجمركية بالإضافة إلى خلق فرص جديدة للتنمية الإقليمية بما يتوافق مع التنمية المستدامة بالنسبة لنا في هذا الاجتماع طبعا نتكلم عن مواضيع عدة منها استراتيجية منظمة الجمارك العالمية للثلاث سنوات القادمة وكذلك الميزانية العامة للمنظمة وهناك أيضا بعض المواضيع الهامة الحساسة في هذا التوقيت وخصوصا المتعلق بالحدود الهشة وكيف ممكن حماية موظفين الجمارك اللي يعملون في الحدود خصوصا مع الأحداث الأخيرة حول العالم كذلك عندنا موضوع مهم وهو الجمارك الخضراء تماشيا مع السياسات العامة للدول بالاستفادة من تجارب بعض القطاعات الأخرى بالاعتماد على الطاقة النظيفة هذا وحرصت مملكة البحرين خلال ترأسها الاجتماع بالمنامة في تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق الرسالة المرجوة لأهداف المنظمة عبر الاتصال الفاعل ووضع أفضل الحلول وأنجعها في المجال الجمهوركي أن تستضيف مملكة البحرين هذا الاجتماع الكبير والمهم هو الاجتماع لجنة السياسات في منظمة الجمارك العالمية هو فخر لجميع الدول العربية الاجتماعات اليوم لجنة السياسات هي تناقش الخطة استراتيجية منظمة الجمارك العالمية 23-25 وكذلك الخطة التنفيذية للعام القادم إن شاء الله متأمل من الاجتماع أنه يخرج بتوصيات للبجلسة المنظمة للإصدار القرارات في نهاية شهر 6 تقريبا متأملين إن شاء الله أن النقاشات برئاسة معالي الشيخ أحمد تكون يعني تصل إلى الأهداف المنشودة جميع الدول الموجودة معانا اليوم هي من الدول الكبيرة والمساهمة مساهمة فعالة في إدارة المنظمة وتتطلع إن شاء الله إلى أن تكون هذه الدورة فعالة أكثر هذه التوصيات التي ستنتج من هذه الدورة سترفع إلى مجلس المنظمة لإعتمادها ومن ضمنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية لمنظمة الجمارك العالمية التي هي 2022-2025 إقامة واستضافة مملكة البحرين لمثل هذه التجمعات الدولية يؤكد على المكانة الرفيعة التي تحظى بها مملكة البحرين ورسالتها الداعمة للسلام والتعايش بقيادة جلالة الملك المعظم كونها باتت أموذجا يحتذا به نظرا للدور البارز الذي لعبته شؤون الجمارك من يقاضات أمنية في تنفيذ القرارات في سبيل ضمان سهولة الاستراد والتصدير بكل سلاسة ويسر عبر مختلف المنافذ انطلاقا من مبدأ التعاون الجماركي احتضنت مملكة البحرين هذا الاجتماع الدولي الذي يؤكد على ما تحظى به من دور فعال وحيوي ومكانتها الرفيعة لدى المجتمع العالمي في المجال الجماركي طلعنا في مركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر